السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو اليوم سأعطيكم بوز اللوف سهلة وتأتي بنا ان شاء الله سأعجبكم و هايا نبدأ ديركت من فلاريسات الحاجة الأولى عندي رأسة بوز اللوف مع الرجلين توجه مقطعين و مخصولين يعني على بلكم يكون مخصول دي جانت و مازدوا غسله ثانيك مرة أخرى و خبطه بيعني كل واحد يعرف كيف يخصي البوز اللوف و بعد نديرو في كوكوطة ولا قدره نغطيه كامل بالماء ندلو سنينة تعتم واحد زوجه ثلاثة سنينات مع ملحه في الفلكحن نخليه واحد ساعة ونص حتى زود سوائع متوما دخلوا الموس شوفوا كي يكون طريب زغ نحوه و صفوه و نقردو هادك المتاعوه باشهم بعد نقول لكم ماذا نديرو به هنا مرمغ له و خليه برد مليح قطرتوا هادك المال يطاف انا نقطع فيه كما راكم تشوفوا يعني نحو العظم و نخلوه غير اللحم هاولي كمور ما كملت قطعت كامل البوز اللوف دوك نخليه بجيه و نروح نوجد الدرسة الدرسات نحن ديرها في الأشوار انتم ما تحبوا تستعملوا المهراز يعني كل واحد وشي يحب وش هنزحق فيها عندي راس تاعتهم كما على بلكم البوز اللوف في حباتهم و نزيد له ليزي بيس اللي هما الفلفل اللي حال عندي واحد مغيرفة صغيرة الكمون تانيك واحد مغيرفة صغيرة و العكري هنا اللي تحبوها حار ديروا العكري حار اللي هو الفلفل الحمر الحار و دا تحبوه اذا ما اللي ما يحبش الحار هو في الصحة تعوي يجي بنين بالحار ما اللي عندهم فضل ما يكلوش الحار لازم ما يديروه نرمال درت العكري تانيك واحد زوج مغارفة و نزيد الملح درت واحد مغيرفة و نصها كما قلت لكم المال يغلاف فيها البوز اللوف ما نرميش انا نقارده نصف فيه و بعد نمرق به البوز اللوف قلت لكم درت له شي ملح ما ماشي حاجة كبير درت له واحد نص مغيرفة صغيرة سيبور ثاني يزدت هنا الملح و بعد نرحي كامل دوزان اللي عندهم في الأشوار و نزيد تانيك دوبري فينس و نزيد كل الشمعة الأول سنزيد تانيك مغيرفة كبيرة و لا تشتعل بباطا و نخلطها لكي تكون درساتها عواجدة و نحطها فوق النار ندلها بعض الزيت و نحطها في ذلك الزيت و نحطها في ذلك الزيت و نخليها تتقلى و نزود حتى الثلاث دقائق ترجمة نانسي قنقر 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 سوف نقوم بتقليد الدرسات سوف نقوم بتحديد حميصة واحد نصف كاز بعد أن نبدأ نمرق بالماء لغلافه البوزلوف ونقوم بتحديد حميصة واحدة ونقوم بتحديد حميصة ونجعل هذه المرقة تغليه نحن نقوم بتحديد حميصة ونزيده معه لوجبا فاستحهم بعد أن نقوم بتحديد حميصة فاستحديد حميصة أقوم بتحديد حميصة ونقوم بتحديد حميصة ونقوم بتحديد حميصة يغلي 15 حتى العشرين دقيقة حتى تحسو بذلك اللاصوس هذيك كما يقولوا يعني تجمرت وتحسوها يعني راهي عقدت شوية يعني تقالت هكذاك باش نطفي على فأنا هوليك مرمطة بالبوز اللي فتاعي دو كان نطفيت عليه و دو كن وره لكم كنسقه في تبسي وهاي لك اشتاة بوز اللوف مرمو جدد و يعني زينتها بشوية مع دنوس من الفوق عصرت عليها شوية قارص و كي ما راكم تشوفوا راهي تشاهي ان شاء الله هتكون عجبتكم لاريساتها اليوم و اذا عجبتكم ما تساوش ديروشان تابوني و تاك تيفي و لا تطلوش باش لحقوكم ماريسات و ما تنسوش لقروب فيسبوك تعينا نحطولكم تحته في صندوق الوصف هو و الانستغرام ما بقى لغا نقولكم سلام اشتركوا في القناة